قالينا تعالوا نشوف الأهلي في نيوز روم فيها إيه النهاردة وتعالوا ندخل في موضوعاتنا أنا ليه بأكلم حضراتكم واسمحوا لي قبل ما أتكلم في الأخبار قال ليه بأتكلم معاكم أو ليه دايماً إحنا يعني التيم بتاع السادسة دايماً حريص على أنه يكلم دايماً بلغة الإحصاءات والإرقاء والأرقام ونشوف تأثيرها إيه سواء مالياً أو سواء فنياً ليه بنبص في العالم كله ونشوف العالم كله بيتحرك إزاي دايماً يمكن يخلينا نفكر بشكل بره السندوق يعني الطريقة اللي إحنا ماشيين بيها النهاردة في مصر مش بتكلم على الأهلي بتكلم على منظومة الرياضة في مصر وكرت القادم بشكل خاص بما أن هي الأكتر استحوازاً على اهتمام الجماهير هل لو إحنا فضلنا ماشيين بنفس الطريقة دي ممكن نروح لحاجة كويسة هل ممكن نشوف نتائج مختلفة هل إحنا بالناقش أو مدين المساحة الكافية لأن إحنا نناقش قضايا مهمة جداً زي مثلاً اللي عابون الأكثر تأثيراً يعني ما جي النهاردة أسأل حد مثلاً لعيبة المحترفة اللي إحنا بنتفع لها بالدولار وبنجيبها عشان مفترض يعني إنها بتعوض نواقص مش موجودة عندنا على مستوى العنصر المحلي هل بتبثل إضافة اللي إحنا منتظرينها منها ولا هي دولارات على الفاضي وإسمها لعيبة محترفة على الفاضي لكن الاستفادة الفنية منها تقريباً صفر هل الأندية في مصر مثلاً وكل الأندية النهاردة بتصرف أو بتكلف نشاط زي نشاط كرة القدم فقط مش بتكلم على بقية العنشطة واللعبات هل في أندية في مصر النهاردة ميزانياتها بتقول إنها بتكسب بتكسب فنياً بتكسب يعني بتحقق بتجيب أرقام بتجيب بطولات في عائد فني أو مرضود فني من الإنفاق الكبير جداً اللي بيحصل على الفرق الرياضية وعلى أجهزة الفنية سواء كانت محترفة أو محلية من نادي في مصر النهاردة بيكسب وكم نادي النهاردة بيخسر الميزانيات برع على العلن تقدر تخش على أي نادي في الدنيا تعرف صرف كام جاله كام أو الدخل بتاعه كان كام وقدر يحقق مكسب ولا قدر يحقق خسارة مصادر دخل النادي ده بتيجي منين بيصرف فلوس دي إزاي هل في حدود وفي أسقف ده نشوف مثلاً في الليجة في أسبانيا ولا ما فيش طب سؤال تاني هل زنب النادي الأهلي إنه هو الكائن الوحيد اللي قادر يكون ناجح باستمرار يعني خلينا سأل السؤال بشكل تاني هل تعتقد مثلاً وانا بتكلم على الجمهور النادي الأهلي إنه لو الأهلي مثلاً خسر لقب أو بطول أو الأهلي مثلاً السنة الجاية لقدر الله خرج خالي الوفاض يعني ماكسبش ولا بطولة أو حق أي لقب هل ده ممكن يغير في شعبية أو في جمهارية النادي الأهلي قطعاً ما عنديش شك إنه لا طب ليه الأهلي بيدفع ضريبة إنه الكائن الوحيد اللي ناجح على مستوى الرياضة في مصر مش بتكلم كرة بس بتكلم على مستوى كل الرياضات يعني وده شيء صعب جداً وندر الحدوث على مستوى العالم مش في أفريقيا بس ولا في مصر بس ليه النادي الأهلي يغرد خارج السرب خليناً ما تعرفين إنه إحنا مسابقة زي بطولة الدوري رغم إنه إحنا بنقول عليها وده حقيقي يعني نوعاً ما ممكن على الأقل تاريخياً مسابقة زي مسابقة الدوري العام فمصر الكل يعلم القائمين على البطولة يعلموا ده جماهير الكورة يعني تعلم ده جيداً الإعلام الرياضي يعلم ده هحط معهم السواشال ميديا بما أني لها تأثير تعلم ده إنه المنافسة الحقيقية في بطولة الدوري هي على المركز الثاني يعني حد عنده خلاف على النقطة دي إنه المنافسة الحقيقية والقوية في بطولة الدوري على المركز الثاني دايماً الاستثناء دايماً هو إنه فيه فريق تاني ياخد البطولة اللي غالباً بيبقى الزمالك يعني ده الاستثناء أما القاعدة في يفوز الأهلي بالبطولة طب ماذا لو خرج الأهلي من المعادلة شكل البطولة دي ممكن يكون إيه؟ حجم الرعاية مثلاً حجم المشاهدة التليفزيونية والمتابعة على وسائل الإعلام حجم المردود الدعائي والإعلاني حجم الحضور الجماهيري ممكن يكون شكله إيه؟ وممكن شكل البطولة يكون عامل إزاي؟ هل في ناس صرحت الموضوعات دي للمناشئة؟ هل في ناس اتكلمت مثلاً على استثمار الرياضي في مصر؟ أنا ليه أقول لكم الكلام ده؟ لأنه أنا هالاني الحقيقة يعني هالاني بحب تابع ردود الأفعال واشوف كده إيه اللي بين السطور إحنا عندنا فرقتين الحمد لله ربنا كرامنا لأهل يتأهل لمواجهة ترجي في نهائي دوري الأبطال وخلينا نتفق أنه دوري الأبطال هي البطولة الأهم والأكبر والأقوى والأصعب نعم بتكلم على مستوى الفرقة اللي بتشارك فيها كل الفرقة اللي وصت على أقل الدور التبانية سيبك ما بقى منه الودات خرج من دور المجموعات وتأوبيرامدز اللي كان ناس بتقول أو مرشحان ويوصل لأدوار أو للمشوار بعيد في البطولة خرج برضو بنتائج سيئة جدا من دور المجموعات وهي فرق كانت مرشحة في البداية للمنافسة لكن خلينا أكلمك على التمانية على أقل اللي وصلوا لدور التمانية كلهم فرق على أعلى مستوى في أفريقي لكن لما تيجي تبص لبطولة زي الكون فيدرالية لا تقريبا نادر يعني بستثناء نهضة بركان مش شايف فريق يعني تقدر طول عليه قوي ومع ذلك طبعا مبروك للزمالك أنا ببارك للزمالك بجد على تأهله للمباراة النهاية والله هتسألني رأيي الشخصي أنا أتمنى أنه الزمالك يفوز بالبطولة وأتمنى جدا 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 من أعمق قلبي يعني زي ما بيقوله من جوة قلبي كده أنه الزمالك يواجه لأهلي فيه لأسباب كتير منها طبعا أنه الزمالك فريق مصري ده أكيد منها أنه الفوز بالبطولة على حساب الزمالك بالنسبة لجميع النادي لأهلي ليها طعم مختلف فأتمنى أنه الزمالك يفوز لكن تعالى شوف ردود الأفعال على تأهل الأهلي النهائي في بطولة صعبة جدا ومش إيه مش مرة دي للمرة الخمسة على التوالي وللمرة السبعة في آخر 8 نسخ شوف ردود الأفعال واسيبك من السوشال ميديا مش هحاسبهم لأن أنا مش عارف أنا بكلم مين ولا الناس دي بتفكر إزاي ولا الناس دي مين اللي بيمويلها ولا الناس دي دي وفعها إيه أنت بتكلم مع المجهور أنا أكلمك على الإعلام الرياضي إيه اللي صلت عليه الدوق في فوز النادي الأهلي على مزمبي ووصوله للمباراة النهائية 90% من الكلام اللي تقال مرتبط بإيه مرتبط بزعل عمر السلية بشرط محمد عبد المنعم بهدف مزمبي هو حقيقي أو سليم ولا مسليم هو استدعاء لخبراء تحكيم وتعليقات لكن هل شفت دعم من أي نوع الكلام في المطلق آه بالتوفيق للنادي الأهلي لكن تسليط الدوق كله على إصابة وسامة أبو علي المزمنة زي ما قال بعض الإعلاميين على مشاكل فوقت اللبس في نادي الأهلي نتيجة تقلق شوبير وفي مشاكل شوبير ومين هيقف في مطشي الإسماعيلي شوبير ولا الشناوي بعد ما رجع بالسلامة طبعا التشكيك في إصابة وسامة أبو علي بإصابة مزمنة بعد ألف شر طبعا مش هقول إيه هي يعني لكن في ناس سلعت الكلمة في ده وأنه ما بقدرش يكمل مباراة بالكامل مشكلة محمد عبد المنعم واحتفاله والراجل تلع برر وقال وعب المناسبة يعني أنا عموما خارج أي احتفال خارج عن النص مش لاحد يقول أن أنا بقيد ولا حد وأنا مقدرتش أدخل في نوايا الناس وعرف يعني فهي دي قصة كانت مع النادي الأهلي وأواصل لنهاية أهم بطولة طب ناحية تانية يعني هرجعكم فلاش باك معلش صغير كده بيرامز مثلا وأنا دايما بشجع فكرة الاستثمار في يعني أتمنى أنه التجربة بس يبقى ليها عناصر تانية مختلفة تؤدي للنجاح لأنه كل ما بيزيد المنافسة وبتزيد خوط البطولة أنا بشوف أنه أنا كأهلي كجمهور باستمتع والأهلي كمان المستوى بيرتفع على العكس تماما لما الأهلي بيلعب في بطولة شبه ميتة أكلينيكية ده بالنسبة لي لا فيه متعب إحراز لقب عادي أهو لقب حطه في الخزنة جنب بقية الألقاب لكن كورة أنا ما استمتعتش بنافسة ما استمتعتش بالبطولة أغلب البطولات اللي لم تسقط من زكرة جميلة النادي الأهلي هاي البطولة اللي كان فيها منافسة قوية جدا أو البطولة اللي الأهلي جي فيها من بعيد ما كانش حد يتوقع أن يقدر حتى ينافسوا حق اللقب لكن فيه بطولة بتبقى ميتة أكلينيكية هل حد تتكلم مثلا أو شفت ردود أفعال على بيرامز مثلا بعد خروجه وأنا أسف أنه أنا بختار بيرامز على سبيل المثال يعني بعد خروجه من دوري الأبطال بالشكل ده يعني كله حالة صامت ما حدش تكلم على أنه التجربة لغاية النهاردة لا كان لها مرضوط فني وأنا مش من حق أن أنا قيم التجربة طبعا أصحاب التجربة هم الأحق والأولى بتقييمها لكي أبكلم على التناول الإعلامي هل حد سأل ليه فيه فشل ورا فشل ورا فشل وليه الإمكانيات الضخمة دي ما تترجمتش بشكل من الأشكال يساعد على تكرار التجربة عشان الكرة في مصر تستفيد هل حد تكلم أنه فيه جوم بطلت كرة أو مشوارها انتهى بعد ما كان مقدر لها أنها تكون نجوم كبيرة جدا تفيد المنتخبات المصرية أوليمبي شباب أو منتخب أول انتهت مسارتها في أندية زي كده ما حدش طرح ده للسؤال طب حد طرح سؤال إزاي ممكن نستفيد بالتجرب الاستثمارية الكبيرة دي فإن احنا نرجع على أندية الشعبية مرة تانية عندنا إمكانيات مالية وعندنا مستثمارية عندهم رغبة في الاستثمار وعندهم قدرة على شراء نجوم ومحترفين أجانب بأرقام كبيرة جدا طب ليه ما نربطش ده بالأندية الشعبية؟ محدش طرح دلل السؤال فيه موضوعات كتير قوي لو فضلنا نركز في الحاجات الضيئة والصغيرة صدقوني أنا بقول لكم أنا ملياش حق أن أنا حاسب لأن أنا مصاحب قرار ولا أملك سلطة لكن في النهاية لازم الناس تسأل نفسها جمهور الكرة قبل المسؤولين الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده هيؤدي إلى شيء هل انتوا شفتوا حاجة تغيرت على مدارها 14 سنة فاتت في كرة القدم المصرية على مستوى أي إنجاز أي إنجاز اتحقق هل فيه تغير في أسلوب الإدارة؟ هل فيه رؤية واضحة حضراتكم عارفين 2026 النهاردة ماشينا فيتوريا جبنا كابتن حسام قبل فيتوريا ماشينا إيهاب جلال وقبليه ماشينا كارلوس كيروش وقبليه ماشينا حسام البادري وقبليه ماشينا هكتور كوبر هل انتوا عارفين دول بيمشوا ليه؟ واللي جايين جايين ليه؟ هل انتوا عندكم حد أكلمكم في خطة هي مصر بتحضر إزاي لكاس العالم 20-30؟ مش استضافة على الرغم من إن احنا أعتقد النهاردة مصر اللي بتقدمت بملف استضافة كاس العالم عندنا فرصة كبيرة جداً لأن احنا نحظى بشارة في استضافة البطول لكن سياكم التمثيل بكلم على المنتخب على الكورة حد حطت خطة أو رؤية 20-50 اللي يابان عندها خطة المنتخبة 20-50 احنا نتكلم في 26 سنة قدام ومش خطة محطوطة النهاردة خطة محطوطة من زمان وهي دولة يعني ما هيش كروية قوي يعني لكن في النهاية هل حد حسيته وأنه فيه فكر جديد طريقة جديدة اسلوب جديد بتدار به الكورة المصرية؟ هل الإعلام الرياضي النهاردة أصبح حمه بس الترند فكرة نطلع ترند ونسب المشاهدة واللايكات والشير والحاجات دي كلها ولا فيه موضوعات كتير جداً مهم أن احنا نتكلم فيها أرجو أنا أعتقد أن الأهلي مسيرته عمرها ما تتوقف لا بحرب الإشعاعات ولا بمحاولة تأثيره على جماهيره ولا بمحاولة ضرب قط اللبس الأهلي مدرسة الأهلي نموذج يمشي مدير كرة يمشي جهاز فني يتغير يمشي جيل من اللعيبة وييجي جيل تاني هي نفس الإسلوب وهو نفس المنهج وده واحد من أسرار نجاح النادي الأهلي الاستثناء في النادي الأهلي هو أنك ما تحققش لكن القاعدة أنك تحقق بطولة هل بتشوفوا أنه فيه فكرة قريب وده أنا تمناها ما تكرهوش أبداً فكرة قريب فيه منظومة بتشتغل بشكل ما حدش كلمني على الإمكانيات ده حق يراد به باطل يعني أنا آسف جداً فكرة الإمكانيات مش داخلة في المعادلة مهمة لكنها مش كل المعادلة لو بالإمكانيات كان ساندونز النهاردة كاسبان بطولة أفريقيا 3-4 مرات لو بالإمكانيات كان الأهلي ما عملش أي حاجة في كاسة العالم ما كانش جاب مديليا واحدة ما كانش كسب كل الفرق اللي لعيبها فيه السنوات المختلفة من بأجيال مختلفة في بطولة كاسة عالم لأندية ما كانش وصل لت 7 نهائي من قصة 8 في بطولة أفريقيا ما كانش كسب فرق زي تحاد جدة وزي الهلال السعودي فبالتالي هي مش قصة إمكانيات عشان محدش يخدعك ويقولك أنه الأهلي بيلقى كل الدعم وبالتالي قادر يحقق هذا النجاح وأنه لو توفر لنا نفس الدعم على فكرة وبأكد مرة تانية لو أتيحت ليكم أنه كتشوفوا ميزانيات الأندية وإنفاقها على النشاط الرياضي وتحديدا كرة القدم بما أنها الأعلى إنفاقا هتوزهله مع العلم بإيه بقى؟ أنه الأهلي بحكم الشعبية والجماهيرية ويسيبك من حق الرعاية والأرقام اللي بتدخله من بطولاته يعني أنت تتكلم عن السنة اللي فاتت بس 15 مليون دولار بس من الأرقام والبطولات اللي حققها النادي الأهلي بتتكلم عن السنة دي 20-24 لو الأهلي إن شاء الله وفق في مشواره في كاس العالم ممكن نتكلم على ضعف الرقم ده 30 مليون دولار ده بيجي من إيه؟ بيجي من الشغل ومن نجاح اللي بيترجم على أرض الوقت